بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بكم في قناة مطبخ كوكي كوكي كيتشان عنا بقى القناة العنابية اليوم ان شاء الله جيتكم طلبية جبت لكم انواع الحلويات كنت خدمتهم في طلابية وحبيت ان نعتهم لكم ونفيدكم يعني بشوية تفاصيل ودايما مع اه ليغوسات اه كما تعرفون يعني ليغوسات كائن معظم خمراني درتهم لكم في القناة اه نشحين وبإذن الله يعني حتى المقادير الكمية كبيرة وصغيرة ستجدوها كاملة في القناة ونخليهم لكم في الصندوق الواصف هنا ايه اول حاجة عندنا كما قدين تلاحظو هادا البلا تاع المقارود مقارود اه كنت درتو بال اه يعني اه بالغارس تاع البطانة وجام بسس ايدو في الفم وهاد هي البقلاوة كما قدين تلاحظو فيها بالدكار كما قادين تشوفو يعني التفاصيل البقلاوة لاني درتلكم كمية كبيرة تاع بلاتو تاع ميتين كابا وكاديرك بلاتو تاع خمسين كابا في القناة مع كامل التفاصيل وكامل المراحل بيهتنجح لكم البقلاوة وانا البقلاوة تاعي يعني معروفة بانها جيني ام ورقة وما كانش لي عملتها عندي ومعجبتها كما قادين تشاهدو هنا يدرتها بالدكار هذا يتاع الكوكياجا وهذا المقارود هنا بعد ما اه طعب كما قادين تشوفو فيه ستة افتو وحطيتو في هذا الكارتان كما قادين تلاحظو جاي كما قادين تلاحظو فيه الكعبة يعني جالله يبارك ومرمل كما قادين تشاهدو يعني احنا عندنا المقارود هو سلطان الميدا لغوصات تاع المقارود انا يدرتها لكم في القناة بالتفصيل الممل اه تلقاوها يعني تعبلها كبير لتحب تشوف الوصفة كما قادين تشاهدو هنيا هادية البقلاوة بعد ما طيبتها كيف كيف وقصيتها خليتها شربت لحسل تاحها تخواجوخ ومبعد قطعتها كما قادين تلاحظو فيه جالله يبارك الكعبة شباعي انايا يعني نحب البقلاوة تكون كعبة كبيرة اه ما نحبش بقلاوة تكون كعبة هذيك النتشة كما قادين تشوفو فيها وعالية يعني كعبة تاع بقلاوة في كعرها بيانسور البقلاوة راهي بالجوز باللوز وانا دايمن دايمن نديرها نص نص يعني ندير نص لا كنتيتي جوز ونص لا كنتيتي اللوز ما نديرش زوز كيلات لوز بكيلة جوز نون نحبها اه نص بنص وتكون المكسرات كما قادين تلاحظو فيها اه باينة يعني حتى كيتوكلها باينة مكسرات ما نحل نرحاها تكون شوية اخشينة ما نرحيهاش رقيقة بودر جين يعني لفخص معجنة وكما قادين تشاهدو فيها يعني مقصوصة الكعبة الله يبارك ومتحوفة يعني كما قادين تشاهدو هنا الكعبة تاع البقلends كي تأتوا كمه هاكة كبيرة وعالية ومرشوقاه رهيب بحدش النلف الكعبة مرشوقاه باللوث وكما قلت لكم نص نص لوز ونص جوز ونقصها لهم ونحطها لهم في الكسات هنايا كيف كيف كما قادين تشوفوا هذا مقروض اللوز جاي يدوب في الفم كي نقولوا مقروض اللوز راح نقولوا طعمة الستخان يعني هنايا مقروض اللوز مبازي على الستخان جاي يدوب يدوب في الفم وهنايا درتونه للتلابية حبة مقروض اللوز درتونها بالدكار يعني طريقة تكون عصرية كما تعرفوا الحلويات دايما العين تاكل قبل الفم يعني كيتشبحي بيه مطعب لطيعك ولا هاداك سني الله الله يكون المنظر تاحمد يشاهي ويمدو بهاوى لسني طيعك كيما قادين تشاهدو فيه درتلو لكيسات على غنزا وكيما قادين تشاهدو في التسكان الله يبارك جيدو في الفم الوصفة تلقوها في القناة ان شاء الله يعني ونسكر الله الله جا رائع وهذا الكعك تاع المحقن يعني حلوى اللمبوت كيما نقولولها كيف كيف رح نحبط لكم لغوثات رح تلقوها بالتفصيل جات الله يبارك الدوب في الفم وهدي الحلوى محبوبة بكترة عمدنا سيحتو وقت هدي لا بغيوتة العيد الكبير نديرها ياسر 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 يعني في العيد الكبير ما فيهش الحلويات كيما العيد الصغير بس حفيها دم الحلويات التقليدية ساك احنا عبط لكم كامل لغوثات والليغوثات اللي كنت درتهم يعني انا حلحطهم لكم فيه صندوق الوصف اللي تحب تروح تشوف التفاصيل وتشوف طريقة العمل انا يعني بطبعي اختصاصي في الحلويات ومن هذا المنبر ناشد يعني اي واحد تحب تخدم الحلويات تكونتاكتيني سواء في الانستغرام ولا في الفيسبوك يعني تلقوهم في صندوق الوصف كيف كيف وهذه هي هنية طلبية خطبة شلها ربي يهني مولاتها ويهني يعني مولات طلبية الاولى كيما قادين تشاهدوا اه عريش الدوب في الفم كما قادين تشاهدو فاحا الكعبة عريش راهي الدوب في الفم وجات اه اه املاحة يعني المحشية لفخت بالكوكاو كيف كيف رأني درت هالكو في القناة بالتفصيل الممل والدوب الدوب الدوب في الفم بالديكور تعله باتاسيك الكعبة يعني اراهي بستلاف كعبة كبيرة ومتحوفة وملاحة وهذا لديك البنيون راني كيف كيف درت هولكم في القناة بنيون تانا بدوق الكوكاو يعني وشوكولات تختيني جارة اعراء اعراء كيما قادين تشاهدو دايما اللي كيساتي مدو بهاوة ونظر ملاحة لليلغاتو طيعنا وانا دايما نبازي على فينيسيون تعلقاتو يعني مش وحدة قموندي من عندك اه اه تدور الكعبة تاحها ولا تهزي الكعبة تلقاها اه متاشية منه ومنه انا خدمتي متقونة وتداها يعني الزبونة كيما كومندتها وكيما خلصتها تداها نكون على قد التيقة تاحها ونحمر لها وجهة انشاء الله الفيديو تحيت عنها اليوم يكون اعجبكم كيما قلت لكم نتلاقاوا في فيديو زي